السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحياة كفح الحياة صراع واللي دوزها هكذا هو ناشيط ركي تبرد ركي عود رجلونس قات عود مرونس هذا الملكي يكبر وكيتحمل المسئولية كي يكون تباك الله سيدي ومولاي ولالا مولتي وكل عند الله تعالى بحكم واسرار ومقاصد ركي كل هاتشي اللي كنسمعون غير الله تعالى يتنزه في ملكه ربنا عز وجل يفعل ما يشاء بنتي زكية باختصار نجاوبك على الاسئلة ديالك هات الأخ ديالك اللي عندها مريضة بالأعصاب من 13 سنة احتل أنا عندها 21 عام ومازال مصابة بالأعصاب مشات عدل أطباء ومتعالجتش كيقولوا العلماء المختصين بأنه ديكونسيه أن الإنسان يبقي استعمل الأدوية ديال الأمراض العصبية نستعملها شهر تلتلت شهور إلى طول تقع ست شهور ونوقف علاش لأن هاد الأمراض هاد المواد الكيموية الجسم كيتفاعل معها سلبا ومن البعض ما كتبقاش تأثر فيه ومن البعض كيبقى الجسم كيقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد وتمروا سنين طويلة وما زال الإنسان كي يأكل المواد الكيموية وكي يعود الجسم دياله خزان ديال المواد الكيموية وخصوا واحد فترة طويلة باش يتخلص منها وبالتالي كيبقى عنده مرض مزمين كتمر سنين أهل الخبرة في الميدان كيقول لك لابد أن الإنسان يقول ستوب واحد اللحظة يوقف العلاجات بهذا الشكل ويقلب عن العلاج البديل الطبيعي العلاج البديل الطبيعي باش كيبدأ كيبدأ أولا بشرب الماء كمية الماء كتير لقال فيها ربنا عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي احنا رعدنا أكثر من سبعين في المياه في الجسم ديالنا كل ماء نشربوا الماء كتير باش يبدي يغسلنا الداخل ديالنا وعن طريق التبول نتخلص تدريجيا من خزان المواد الكيموية لفي الجسم ولا شربنا الماء طبيعي مع ديني كان مزيان زدنا في شي باركة القرآن الكريم ولو صوت الفاتحة أما إذا كترنا أية الكرسي والإخلاص والمعودتين والرحمن والواقع والملك ربي عز وجل لك يجعل داك الماء طاقة استشفائية كي ينقي هدك الجسد بحل واحد الأرض قاحلة وكان الجفاف وجد تلووت ولت الأرض كله واحد اللحظة ربنا ينزل الغيت كينزل الأمطار كينقيدك الأرض من تلووت كي يسقيها العروق ديالك تسقاو وملكة شرق الشمس الله تعالى كي يقول لك تراها مخضرة الزينة تبتهج بالزروع والكروم والتمار كتحية من جديد فهكذا الجسم البشري ديالنا عمرش واحد أيها الأحباب يكون مريض يقول لنا مريض سالية تنتهى مش عالي القطار أبدا الجسم كيعود يرجع أقوى من مكان طبعا لا يصلح لعطار ما أفزد ذهره ولكن وأنك قوة قوة ملحوظة ومهمة كتبقى معنا دائما إلى لقاء الله وذلك القوة بها كنسعوا في الخير كنسليه كنعبد الله كنطلبوا العلم كندروا الدعوة كنسعوا في الإصلاح في الإحسان هذه القوة كتبقى معك وخات كبر عندك سبعين ثمانين عام أنا عندي أصدقاء ديالي عندنا وثمانين عام والله لا في قوة الشباب كي يجري تبارك الله وكي هرول وما كيش كي من تحجة وغادي علاش عنده واحد الارتباط قوي بالخالق عز وجل هناك المدد 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 من عند الله جل جلاله فالأخت ديالك بنتي زكية هاد أمراض العصبية تشرب المكتير تحاول تخلص من الأدوية الكيموية تدريجيا وكن خبراء في علم النفس كي عالجوا بالكلام ماشي بالدواء دبا هناك دواء المتقدمة جدا في السويد مثلا في كندا هناك اطلعت على بعض الدراسات كي قموا بها ما كي عالجوش بالدواء الأمراض النفسية كي عالجوها بالكلام كي خلقوا واحد الجروب ديال الناس المرضى كيتكلموا كلاما فيه إيجاب كي صحبة ومن بعد كتحلي قلبك وكي بدي يفتح لك الأقفال اللي عندك في الجسم الداخل النفس البشرية فيها أقفال وهذا الأقفال خصى خصى مفاتيح ممكن تفتح عن طريق الكلام ومن لك يقع لك واحد الإقناع والانتعاش رأى الدماغ ديالنا أكبر صيدلية الدماغ يفرز مواد كيموية مضادة رأى الدماغ ديالنا فيه سر هذا العلماء ديال النفس كي يعتمدوا على العلاج بقوة الدماغ وإحنا عدنا في الإسلام زائد قادية أخرى قوة الإيمان العلاج بقوة الإيمان وكي يجيب الله الشفاء ثم أن الإنسان يحيد من الفرغ هذا الناس المرضى النفسانيين رأوا المشكلة عندهم والفرغ قد قال تيصح عادي يقرأ تيصح عادي يخدم تيصح عادي يدخل في عمل جمعاوي هذا كله خطأ خصوا الآن يمدامج ويحرص والناس العامة خصوا يساعدوا هذا المرضى وحد الشاب كان عرفه عنده تقربة 21 سنة جامعي وقع لها قفلوا أرض العصبية انقطعوا الدراسة لماذا؟ لأنه مريض وزملائه في الجامعة عوض أن يقدموا له يد المساعدة واللوك يسخروا منه خصوا بعد الفتيات وحد الفتاة شافته بأنه يأكل الدواء وصار وزده بديم والأغلاد واللوك يقول لي كلام فيه نوكة الجرح وين عازل من اللي نعازل هذيك العزلة قتلاته أكتر ولا مدمن على هذه الأدوية على الطعام ولا الوزن دياله هدوا قتله هدوا هدوا عيوض أن يكونوا أصدقاء فيهم رحمة يقول الله هاتش غد جوزوا قريبان أجين تعاونوا والله أذكر لما كنا في الدراسة في الجامعة كت حياتنا بسيطة جدا وفيها تجمعات وفيها مبادئ وفيها قناعة وفيها عمل جمعوي كبير جنة جنة الأرض جنة سبحانك باش غاب الرفقة الطيبة كنقول الأحباب قلبوا على الرفقة الطيبة أخوات صديقات يتعاونوا مهمة للطرز الأعمال النسائية الطبخ التجميل أي حاجة تحيد من الفراغ لأن الفراغ هو العدو الأول حتى الفارغ من الكي يجلس كي يجي عنده الوسواس الخنس وكي يبقى يوسوس ليه في دماغه كينا هذي ما كينا هذي كتلقى تكين فاعل تكي يقولك بغي انتحر هذي كلمة موتاد أولاك يقولك أن الحياة ما صدقاش كنا عرفوا حد العدد كبير بالعشرات كلهم داروا وحاولت انتحار ولكن ربي عز وجل نجاهم بالدعوات على الوالدين والأحباب قلبوا الله تعالى هذه البنية الله يشافيها الله يعافيها والله تعالى يدويها يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله